تنذر أزمة تأخر صرف مرتبات الموظفين في السلك العسكري والمدني في اليمن بشكل عام ومناطق الانقلابيين بشكل خاص بانهيار إداري واسع لما تبقى من مؤسسات ودوائر حكومية أصبحت معظمها متضررة ومنهارة بصورة نهائية فحالة من الاحتقان باتت تتوسع كل يوم لدى قطاع الموظفين الحكوميين والذين بات بعضهم يبحث عن ما يوفر أدنى متطلبات الحياة خارج هذه المؤسسات في ظل عدم بروز أي مشاريع أو حلول فعلية بادية في الأفق ورغم أن الحكومة الشرعية حاولت أن تخفف من حدة هذه الأزمة بصرف جزء من تلك الرواتب المتوقفة منذ خمسة أشهر إلا أنها تظل خطوة غير كافية ولا تعكس حجم الكارثة التي باتت تنتظر الجميع والحقيقة هنا والتي باتت مثلة للجميع أن مؤسسات الدولة والمكاتب الحكومية والخدمية بشكل عام في العاصمة صنعاء والمناطق التي تحت احتلال الانقلابيين تمر بظروف قاسية هي الأسوأ على الإطلاق بما قد يصعب معالجة آثارها بسهولة فالتلاعب وعدم صرف المرتبات لفترة خمسة أشهر بعد نهب البنك المركزي والتلاعب بالإرادات وإفشال المؤسسات بصورة متعمدة أدى إلى تغيب كثير من الموظفين والإداريين بطريقة تفقد المؤسسات الخدمية للدولة القدرة على القيام بواجبها تجاه الناس مسؤولون وموظفون إداريون في صنعاء أشاروا إلى أن تدهور وضع مؤسسات الدولة وخدماتها خلال الثلاثة الأعوام الأخيرة بدأ من سيطرة ميليشي الحوث الانقلابية على صنعاء ونشرها لما يعرف باللجان الثورية في مختلف المرافق والمكاتب الحكومية ما جعلها كدولة موازية داخل الدولة أفقد مؤسسات الدولة التماسك وأدى إلى هذا الوضع الكارثي الذي بات يهدد مئات الآلاف من المواطنين